اشتركوا في القناة اجل صحيح انه الانف تلك البوابة التي يدخل الهواء الى جسدنا من خلالها فهو يدخل من الانف الى القصبة الهوائية ومنها الى الرئتين هل تذكرون القصبة الهوائية التي كان على لها التأكد من اغلاقها؟ هل تذكرون كم كان متوترا من ان يفشل في اغلاقها؟ لماذا يا ترى كل هذا القلق؟ هيا لنعرف لماذا ها هو حازم يقود دراجته ذهبا الى النادي ليحضر تمرين السباحة هيا لنقترب اكثر من اصدقائنا لنعرف ماذا يفعلون اوه ما اجمل استنشاق الهواء المنعش اثناء ركوب الدراجة قالها السيد انف مسترخيا سيد انف الوضع يبدو مستقرا الهواء يدخل الى الرئة محملا بالاكسوجين ونأخذ منها الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون للخارج هذا وضع مطمئن هل الشعيرات جاهزة لطرد اي حبيبات ربال او اي حشرات تفكر في ان تدخل مع الهواء؟ بالتأكيد سيدي انهم على اكمل استعداد وبكلام الانف عن الشعيرات فهو يعني ذاك الشعر الموجود في انوفنا الذين تساءل دوما لماذا خلق الله لنا شعرا في انوفنا ها هو الانف يشعر بالاسترخاء لاول مرة فقد صار له شهر يعاني من انسداد شديد يمنعه من اداء مهمته على الوجه اللائق ولكن للأسف قطع هذا الاسترخاء صافرة الطوارئ احترسوا احترسوا هناك حشرة وصلت الى القصبة الهوائية والقصبة الهوائية هي الممر الذي يعبره الهواء من الانف الى الرئتين والعكس اعلنوا حالة التأهب القصوى ارتاع الانف كثيرا كيف وصلت الحشرة الى القصبة الهوائية وماذا سيحدث ان لم يتمكنوا من اخراجها ارسل الى المخ فورا اعلموه بهذه الكارثة قال الانف مزمجرا لقد ارسل المخ الامر بالبدء بالكحة فورا عزيزة القصبة الهوائية والرئتين فبدأت كل منهما باتباع التعليمات لتنتج الكحة المستمرة في محاولة لاخراج تلك الحشرة وها هي اهداب القصبة الهوائية تتحرك للاعلى دافعة الحشرة للخارج بمساعدة الهواء المندفع من الرئة نتيجة انقباضها بقوة وهي الحشرة تندفع اخيرا مبتعدة عن الرئتين الحمد لله نجحنا ها هي الحشرة وصلت الى البلعوم قالت القصبة الهوائية بفرح وارسل البلعوم سائلا المخ ماذا نفعل بالحشرة رد المخ سريعا افعلوا الانسب لكم اما ان تخرجوها عن طريق الفم ببسقها او قموا بابتلاعها فالمعدة كفيلة بها بالخارج كان اصدقاء حازم ملتفون حوله ليطمئنه عن سبب تلك الكحة الشديدة التي اشتاحت حازم واخيرا توقف حازم ليقول مستاءا لا 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 بلعت دبان ليصرخ اصدقائه باستياء ايه؟ ياه في بطنك دبان دلوقتي ولو عرفوا ما فعله جسد حازم وما بذله من مجهود ليمنع دخول الحشرة للرئتين لكانوا حمد الله بذلا من كل هذا الاستياء قالت الرئة شاكرة القصبة الهوائية شكرا لك عزيزتي لا تعرفين ماذا وفرت علينا انت تعلمين اننا لا نستطيع ان نتعامل مع اي شيء غير الهواء ولو كانت الحشرة دخلت لا استقرت داخل واحدة منها ولم استطعنا اخراجها ابدا وهكذا كانت ستتراكم البكتيريا حولها وسيؤدي لالتهاب كبير ولربما احتجنا لتدخل جراحي من الطبيب حتى نتعافى لا عليك رئة هذا واجبي ردت القصبة الهوائية في سرور انها كانت سببا في حماية صديقتها الرئة انتهت رحلتنا اليوم لكن انتظرونا في الحلقة القادمة لنعرف كيف تجرأت تلك الحشرة ودخلت الى جهازنا التنفسي وانتظرونا في رحلة جديدة من برنامج رحلة على راديو المحطة معي انا سيرين احمد ترجمة نانسي قنقر